وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ اللَّهُمْ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَالِي مُحَمَّدِ وَعَجِّبُ وَرَجَوْا وَالْعَلَى مَحْجَابُ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَتَلَتِهِمْ وَأَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ آمين على أثر الوباء الذي تفشى في الأيام الأخيرة والذي استجد باسم فيروس كورونا على وقع هذا وأثره ثمت أمور تجدر الإشارة إليها والإرشاد والتوجه الأمر الأول أنه لا داعي للهلع العالم أيها الإخوة بطبعه مع كل ما يستجد من أمراض أو أوبئة لم يسمع بها من قبل يهلع ويضطرب لأنه أمر جديد ويكون الطرابه عادة في البداية سرعان ما يزول مع الاعتياد على وجود هذا المرض أو هذا الوباء ويتكيف العالم معه بنحونا أو بآخر إذا تتذكرون في تقريبا أواصط التسعينيات أصاب العالم أيضا شيئا من الهلع والاضطراب مع ظهور مرض جديد اصطلح عليه بمرض جنون البقر إذا تتذكرون اكتشفت عشرة حالات تقريبا في بريطانيا في تلك الفترة لأناس أصيبوا بهذا المرض الذي انتقل إليهم من البقر فهلع الناس واضطربوا وانتشر هذا الهلع والاضطراب إلى شتى أرجاء العالم واتخذت تدابير واحتياطات وأعدمت أبقار وحصل ما حصل آنذاك أيضا في بدايات الألفينيات أيضا حصل هلع بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور وأيضا كان أول ظهوره في تلك المناطق مناطق شرق آسيا ثم في أواصط الألفينيات ربما في سنة 2007 تقريبا هذه الحدود ظهر فيروس إنفلونزا الخنازير أجل لكم الله وفي سنة 2009 إن لم تخني الذاكرة أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أن مرض إنفلونزا الخنازير أصبح وباء عالمية فحتى منظمة الصحة العالمية أصابها كثير من الفزع وأثارت الهلع في العالم بإعلان حالة الطوارئ وإعلان أن هذا الوباء صار وباء عالمية ثم سرعان ما تراجعت منظمة الصحة العالمية عن هذا الإعلان بعد ربما بضعة أسابيع قليلة حيث تبين أن هذا المرض أقل انتشارا وفتكا كذلك من الإنفلونزا الموسمية الإنفلونزا الموسمية تحصد سنويا من أرواح البشر كم تتوقع كم لا أكثر سنويا بحسب الدراسات والإحصاءات الإنفلونزا الموسمية المعتادة يعني هذه سنويا في الشتاء تحصد أرواح ستمائة وستة وأربعين ألف إنسان يعني أكثر من نصف مليون سنويا يموتون بسبب هذا المرض الذي اعتاد عليه البشر إعلان إنفلونزا الموسمية المعتادة ومع ذلك لا يصيبهم كثير من الهلع الذي ينعكس على أوجه الحياة المختلفة والمعيشة وإنما هم يتكيفون مع هذا المرض ومع قضاء الله عز وجل وقدره فلذلك يعني حتى هذا إنفلونزا الخنازير مثلا التي أعلنت كوباء عالمي سنة 2009 هذه بسبب الدراسات والأبحاث والعلاجات التي حاول المختصون من الأطباء توفيرها للسيطرة على هذا الفيروس على هذا المرض فأصبح أو أصبحت إنفلونزا الخنازير في سنة يعني شوفوا التطور الذي حصل في سنة 2017 وسبع عشر أصبحت إنفلونزا موسمية عادية يعني تطورت وذلك بسبب التطعيم وتكون مناعة لدى البشر فهذه المناعة جعلت لدى البشر قدرة على مقاومة أعراض هذا الفيروس فلم يعد هذا الفيروس وباء عالميا ولا صار فتاكا كما كان من قبل والفيروسات أساسا كما تعلمون هي بذاتها تتطور وتعيد تشكيل نفسها كما أن جسم الإنسان الذي خلقه الله عز وجل له القدرة على أن يتكيف مع هذه الفيروسات أو يقاومها شيئا فشيئا ومع شيئا من اللقاحات شيئا من التطعيمات فإنه يمكنه أن يقاوم ما كان فتاكا من قبل يصبح عاديا ويزول وتزول أعراضه فيما بعد هذه بحسب تصنيفات منظمة الصحة العالمية أن إنفلونزا الخنازير ما عاد يشكل تهديدا خطيرا للحياة العامة وسرعان ما تحول إلى ما هو أشبه بالإنفلونزا الموسمية العادية لماذا نؤكد على ضرورة عدم الهلع؟ لأن من الثابت طبيا أن الاضطراب النفسي كثيرا ما يؤدي إلى اعتلالات جسدية أو عضوية كما أنه في حالة الأمراض يؤدي هذا الاضطراب النفسي إلى استفحال هذه الأمراض أو استفحال أعراضها بما قد يؤدي فعلا إلى الوفاة أو الهلاك يعني الإنسان إذا أصيب بمرض ما وإن كان خطيرا فإن كان هادئ النفس فإن ذلك أدعى لأن يشفى من هذا المرض ويتجاوز هذه المحلة لكنه إن اضطربت نفسه وتضعضعت ثقته فإنه أدعى لأن يكون أقرب إلى استفحال هذا المرض وإلى زيادة أعراضه على بدنه بما قد يؤدي إلى الهلاك وهذا أمر ثابت طبيا ومعلوم هناك تداخل أيها الأخوة ما بين الأمراض النفسية والأمراض العضوية وقديما عرفت العرب هذا الأمر فكانت إذا ما نام أحدهم مثلا ولدغ لدغة فإن كانت اللدغة من أفعى حتى يطمئنونه بعدما استيقظ يقولون له مثلا لا بأس عليك إنما لدغك عقرب أي كانوا هكذا يقولون يقولون لا بأس عليك إنما لدغك عقرب فتطمئن نفسه يعاني بسبب لدغة العقرب هذه لكنه يعتبر أن لدغة العقرب أهوى من لدغة الأفعى ليس بمميتة مثلا فيتجاوز هذا الأمر ويعيش في حين أن العرب نفسها قد جربت أن إذا كان شخص قد لدغ من عقرب فقيل له إنه قد لدغت كأفعى فإنه تضطرب نفسه ويموت بسبب ذلك من جراء الخوف الخوف المميت فلذا نكرر مع تفشي هذا الوباء أبعده الله عنا وعنكم نؤكد على ضرورة عدم الهلاع والفزع هذا أمر أساس في مقاومة هذا المرض والذي لا سمح الله يكون قد أصيب بهذا المرض عليه فعلا أن لا يجزع إن كان مؤمنا حقا معتقدا بولاية أهل البيت الطاهرين عليهم السلام والبراءة من أعدائهم عليهم اللعنة لأنه ما أقصى مضاعفات هذا المرض ما هو أقصى ما يمكن أن يحصل الوفاة صحيح طيب وفاتك أنت المؤمن فوز لك إنك لا تموت على ميتة جاهلية أنت يفترض أن تكون مطمئنا مستقرا نفس أنك ما دمت قد عرفت إمام زمانك فأنت لن تموت ميتة جاهلية فمن أي شيء تخشى من أي شيء تخاف لما تضطرب دعي للطراب لغيرك غيرك الذي لم يعرف الإسلام ولا التشيع ولا الرفض غيرك الذي لم يعرف إمام زمانه هذا هو الأولى بالاضطراب منك أنت ونحن جميعا من أتباع علي بن أبي طالب عليهما السلام الذي ما كان يهاب الموت في حين أن غيرنا من أتباع أبي بكر وعمر عليهما لعين الله وبالمناسبة كانت من خصال أبي بكر وعمر التي لا يعرفها الناس شدة التعلق بالحياة والحرص عليها وفي هذا قصة ورواية وتفسير وارد عن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في المقابلة ما بين أفعال علي عليه السلام وأفعال أبي بكر وعمر ضاعف الله عذابهما ولعلنا نتطرق إلى ذلك إن شاء الله في فرصة مواتية أتباع علي عليه السلام إذن هم الذين لا يهابون الموت ولا يكترثون بالحياة إلا في طاعة الله عز وجل فحتى لو أصيب أحدهم بمرض فتاك فإن نفسه لا تجزع بل يبقى واثقا بربه واثقا من نجاته ويكفيه أن يكون مطمئنا مستبشرا بأنه لن يموت ميتة جاهلية كغيره غيره إذا أصيب بمرض يتحسر ويندم لأنه لم يعرف إمام زمانه سيموت ميتة أهل الجاهلية أما أنت فمن أي شيء تخشى وما الموت لك إلا قنطرة إلى الجنة إن شاء الله لا داعي إذن للهلع وإنما ينبغي في ظل هذه الظروف زيادة الاحتياطات مثلا يذكر المختصون أن من وسائل هذه من وسائل الوقائية والاحتياطات لتجنب الإصابة بالعدوى كثرة غسل اليدين بالماء الحار أو الماء الدافئ مع الصابون وتجنب لمس الأنف ولمس العينين يعني هذه من وسائل التي تنقل المرض إلى الإنسان تجنب أماكن الزحام وتجنب المصافحة والتقبيل ونحو ذلك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شوفوا إخواني في بعض الظروف قد يحسن تركوا لا بعض المباحات فقط بل حتى بعض المستحبات لو أنها سببت ضررا فهذه المصافحة المصافحة ما بين المؤمنين لا شك أنها مستحبة المعانقة فيما بين المؤمنين مستحبة كذلك التقبيل ما بين المؤمنين مستحب طبعا على آدابه مثلا روايات تقول تقبيل المؤمن يكون بين عينيه يعني على جبهته مثلا هذه أمور مستحبة موصى بها لكن إذا ما عرض ظرف أو طارئ ما كهذا الطارئ فلا مانع من ترك ذلك بشكل مؤقت إلى أن يزول البلاء أو تزول نسبة الخطر العالية بسببه وهنا أيضا بالمناسبة هذه العادة التي بين المؤمنين في المصافحة مثلا بعد كل صلاة جماعة يصافح بعضهم بعضا ويقولون تقبل الله منكم مثلا المخالفون الذكر كانوا يقولون حرما فيجيبه الآخر يقول جمعا مثلا يعني أنا أتذكر قبل سنوات فتشت كثيرا عن أصل هذا وأنه هل فيه رواية هل فيه شيء مسنون فلم أجد الظاهر أنه ليس فيه شيء مسنون بخصوص هذا الموضع وهو موضع ما بعد أداء الصلاة جماعة لا أقول إن ذلك أمر منكر أو بدعة أو أنه مثلا لا يحسن أن يأتي به المؤمنون لا بأس به ولكن هو في ذاته شيء لم يرد عن النبي الأكرم ولا إمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام بل لعل الأولى لعله خلاف الأولى لعل الأولى هو الالتزام بل المؤكد أنه الأولى هو الالتزام بالتعقبات المعتادة المأثورة عن الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام بعد الصلوات يعني المصلي وإن كان في جماعة فإنه عليكم السلام رحمة الله بعدما تنتهي الصلاة يظل في توجه إلى ربه جل وعلا يسجد سجدة الشكر يسبح تسبيحة الزهراء عليه الصلاة والسلام يقرأ التعقبات التي وردت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام وهكذا مثلا يذكر الله عز وجل يهلل يسبح هذا هو الأمر الحسن أما أن يلتفت يمينا يسارا وأتذكر أن بعض الناس كانوا في صلاة الجماعة كانوا مو بس يلتفت يمين ويسار يسلم يسلم على ذاك اللي مناك وهذا اللي منا ويروح وراء يلتف إلى وراء ويسلم على أكبر عدد ممكن من المؤمنين يعني توهما منه أن هذا أمر حسن حتى أنه يستدبر القبلة بعد انتهاء الصلاة المصافحة كما قلنا أمر حسن وكان أئمتنا عليهم السلام يكثرون من المصافحة أيضا وكانوا يحثون على ذلك ولكن في هذا الموضع بالذات أنه بعد كل صلاة جماعة المؤمنون يسلمون على بعضهم بعضا شيء لم يرد في شريعتنا بحسب اطلاعنا فلا بأس بتجنبه خاصة في مثل هذه الظروف وبطبيعة الحال من الاحتياطات المؤكدة إنجاز التعبير التوجه إلى الله تبارك وتعالى التوسل بأوليائه الطاهرين عليهم الصلاة والسلام هذا الدعاء مثلا الوارد عن إمامنا التاسع الإمام أبي جعفر الجواد صلوات الله عليه دعاء مهم يحسن أن يكثر الإنسان خصوصا في مثل هذه الظروف من تلاوته وذكره وهو دعاء قصير جملة واحدة يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء اكفني ما أهمني عندك هم أن تصاب بهذا المرض فعليك أن تتوجه إلى الله تعالى فهو الكافي وهو الشافي وهو المعافي فتكثر من قولك وانت واقف بالصلاة وبعد الصلاة وانت رايح وانت جاي يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء اكفني ما أهمني طيب النقطة الأخرى صحيح أن الله سبحانه هو الواقي وهو الحامي وهو الشافي وهو المعافي ولكنه سبحانه أمرنا بأن نأخذ في دار الدنيا بالأسباب وأن نحذر هذا أمرنا الله عز وجل به يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ ما معنى أن يأمرنا الله عز وجل ويقول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أو انْفِرُوا جَمِيعاً لولا أن الله سبحانه وأمرنا أن نأخذ بالأسباب والمسببات لما جاءنا هذا التراث الضخم من الإرشادات في شتى الحقول من التحذيرات في شتى الحقول من الأوامر والمناهي في شتى الحقول ومنها الحقل الطبي حقل الوقاية حقل العلاج الله عز وجل هو الناصر هذا أمر مؤكد وهو الحامي هذا أمر مؤكد فالمسلمون الذين يتوجهون كانوا إلى الغزوات والمعارك لماذا يأمرهم الله عز وجل بأن يأخذوا حذرهم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أي متفرقين أو انفروا جميعاً مرة وحدة كلكم لماذا الله عز وجل يأمرهم بأن يأخذوا حذرهم في ذلك الله هو الحامي هو قادر على أن يحميهم سواء نفروا أم لم ينفروا نفروا ثبات أو نفروا جميعاً لماذا يجب أن يأخذ الإنسان المسلم المؤمن حتى في حال القتال يعدوا نفسه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة لماذا ينبغي عليه أن يحذر لماذا ينبغي عليه أن يتبع الستراتيجيات العسكرية الخطط الحربية السليمة كل ذلك من الوسائل الدنيوية والأسباب الدنيوية للنصر الله هو الناصر وقد تكفل به نصر المؤمنين ولكن ليس معنى ذلك عدم الأخذ بالأسباب كثير من الناس يخلطون بين هذين الأمرين يقول لك خليها على الله بعد خلص هو أكيد تخليها على الله بس على قاعدة شنو اعقلها وتوكل مو أن الأمر هكذا نعم إذا لم يكن شيء بيدك هنا تترك الأمر برمته إلى الله عز وجل لأنه ليس لك أن تعمل بالأسباب يعني إذا كان هناك مثلا إنسان فقير معسر ليس له أن يحصل على الدواء حينئذ يتوجه إلى الله عز وجل وهو خال اليدين من الدواء وقد يشفيه الله عز وجل معجزة الصنة صير هذا ما تناول دواء وإذا به يشفى أما هذا الذي بمقدوره أن يحصل على الدواء بمقدوره أن يشتري الدواء بمقدوره أن يتناول الدواء ومع ذلك يهمله ويتركه ويقول الله هو الشافي وإذا مردت فهو يشفين يقول الله هو الشافي وخلص لا هذا خطأ اعمل بالأسباب خذ الدواء وادعو يشفيك الله عز وجل هكذا أيضا من لا يملك قوت يومه عليه أن يعمل اذهب اعمل واسأل الله عز وجل للرزق يرزقك الله خذ بالأسباب ولكن أن تجلس في قرارة بيتك مثلا وتقول اللهم ارزقني الله هو الرزاق ذو القوة المتين وخلص هذا يكفي هذا باطل أيضا خلل في التفكير نعم ذاك الذي هو مقعد ليس له أن يعمل أصلا أو لم يعطى لم يعطى فرصة للعمل ضيق عليه لم يعطى فرصة للعمل له أن يتوجه إلى الله عز وجل بعدما تقطعت عليه السبل ما عاد له سبيل فيقول اللهم ارزقني وقد يرزقه الله عز وجل بكرامة من لدنه هذا ممكن كل هذا ممكن فإذن ينبغي الأخذ بالأسباب ولهذا نقول ينبغي الأخذ بالاحتياطات الاستماع إلى نصائح الأطباء والمختصين في هذا الحق ماذا يقولون لتجنب الإصابة بالعدوى يأخذ بنصائحهم من باب أنهم أهل خبرة لا يقول أن قائل الله هو الواقي هو الذي يقينا شر هذا المرض هذا مؤكد ولكن الله عز وجل يدعوك أيضا للأخذ بالاحتياطات للأخذ بالمحاذير أو أن تأخذ حذرك يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فتعمل بالاحتياطات نعم تعمل بالاحتياطات شريطة أن لا تبالغ ولا تفرط لا يكون أن هنا إفراط يعطل مصالح العباد سواء كانت هذه المصالح دينية أو حياتية معيشية ونحو ذلك يعني بلغنا وقد سئلنا عن هذا أنه قررت العتبة الحيدرية المقدسة إغلاق حرم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في النجف الأشرف لمدة ثلاثة يوم واحد قيل لنا ثلاثة أيام أيهما يوم أم ثلاثة أيام زين يوم واحد لعله يكون معقولا لعله أقول ولكن الإغلاق لثلاثة أيام يبدو أمرا مبالغا فيه يعني هذا التعطيل للمصالح وحتى اليوم هم يمكن يكون شوية مبالغ فيه ربما هنا البعض يعني أحالوا إلي الأخوة بالمكتب سؤالا بهذا الخصوص أن هناك اعتراضات على هذا الإغلاق لغرض التعقيم فيقولون الإمام عليه السلام هو الذي يعني هو الذي يطهر وهو الذي يعني يتكفل شوفوا هذا من الخلل في التفكير كذلك شوفوا هؤلاء وقعوا في تفريط تفريط هؤلاء وقعوا أولئك وقعوا في إفراط يعني هناك من وقع في إفراط فيدعو تماما لإغلاق الحرم أصلا يقول هاي أماكن تجمعات عامة ولازم احنا نتجنب الأماكن العامة وخلي نغلق الحرم إلى أن يزول هذا الوباء مثلا هذا إفراط وهؤلاء كلامهم مردود عليهم لماذا لأنه كما قلنا لا يصح أن تتخذ التدابير الاحتياطية بما يتجاوز الحد الذي يؤدي إلى تعطيل مصالح العباد وإلا فلنغلق المستشفيات إذن فالمستشفيات كانت ولا تزال من أكثر الأماكن التي تنتشر فيها العدوى بسبب الملابسة والاختلاط ما بين الأطباء والمرضى والمرضى فيما بينهم وبين بعضهم بعضا ومزدحمة وخصوصا في بريطانيا ما شاء الله بعد سياسة هذه الحكومة التعبانة وبعد البريكسيت وين تروح المستشفيات يقعد بيه خمس ساعات ست ساعات يالله تشوف لك دكتور ثمان ساعات عشر ساعات يالله تشوف لك دكتور اللي تطلع روحك قبل لا تشوف الدكتور أصلا زاد المرض عندك يصير تزداد المرض وعدنا دكتور هناك قاعد هناك هو يشرح لكم أكثر المستشفيات مكتظة وبالفعل بيئة لنقل الأمراض أصلا هذا نفس الفيروس انتقل أول ما انتقل يعني لطبيب هو أول من من اكتشفه طبيب صيني مات هذا الطبيب مات بالأخير يعني فتخيلوا الآن أن تطلق دعوة وحملة لجمع التواقيع ويطلعوا لك هتلية مدري وين هنا وهناك بالإنترنت ويقولون تعالوا نغلق المستشفيات لأنه بالفعل مستشفيات تؤدي إلى سريان الدعوة العدوى هذه في جانب ما يصير بعد بشر صحيح يتخذون احتياطات وتدابير يسماعون يسكترون على كل شيء يعني واحد واقف بالكيو واقف بال مثلا الطابور هذا طابور الانتظار منتظر وهو مصاب بهذا المرض وإذا به يعطس أو يلامس أحد أو كذا ينتقل لغيره هذاك جاي على موضوع ثاني أصلا كان جاي موضوع قضية أخرى وإذا به يكتشف أنه قد أصيب بالمرض يلعن الساعة التي جاء بها إلى هذا المستشفي يقول ليش جيت أصلا هذه دعوة سخيفة أنه دقول تعالوا أغلقوا أغلقوا الحرم خلينا أغلق المستشفيات إذن خلينا أغلق الجامعات والمدارس خلينا أغلق المتاجر والأسواق والمعامل خلص تتعطل الحياة هذا مو كلام هذا مو صحيح كما أن هناك ضرورات معيشية للبشر يجب فيها المحافظة على بقاء هذه المصالح مفتوحة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأسواق مثلا الناس شون تاكم شون تعيش المعامل مثلا المدارس أو الجامعات حسا يمكن كما قلنا في حالات معينة نخفض مستوى التجمعات لكن أن نلغيها تماما خصوصا لمصالح البشر هذا لا يمكن هذا غير صحيح يعني فكما أن هناك مصالح معيشية للبشر يجب المحافظة عليها مصالح دنيوية يجب المحافظة عليها هناك أيضا مصالح دينية للبشر العتبات المقدسة مصالح دينية للبشر لا يصح أن تغلق بالكلية هناك أناس بالفعل يكونون بين الحياة والممات وينقلون إلى هذه العتبات العاليات ومن ثم يمن الله عز وجل عليهم بالشفاء والحياة من جديد وهذا أمر محسوس ملموس بالضرورة الكل يلمسه والكل يعرفه فبأي حق تمنع هؤلاء من أن يصلوا إلى نبيهم وإمتهم عليهم الصلاة والسلام هذا غير صحيح المساجد مثلا لو أغلقت شنو هذا الكلام على أساس لا تنتشر العدوى مصحح تتخذ تدابير احتياطية نعم واحد يوصي بالمساجد يا جماعة خلص بطلوا هاي سبوعين ثلاثة فترة الانتشار المرض مثلا بطلوا لا أحد يصافح الثاني مثلا يعني لا أحد يقبل الثاني مثلا ما به شيء فترة احتياطية أما أن تغلق المسجد كله خلص لا توجد صلاة جماعة لا توجد عبادة هذا مو صحيح أبدا هذا إفراط يقابله التفريط أنه يقول لك ليش مثلا نجي نغلق الحرام أو المسجد ساعة أو ساعتين أو بعض يوم لأجل أعمال التطهير أو أعمال التعقيم أو أعمال التنظيف خلوا أوكلوا الأمر كله لله عز وجل أوكلوا الأمر كله للإمام عليه الصلاة والسلام هذا أيضا تفريط إخواني هذا عدم عمل بالأسباب يعني هل تتصورون مثلا الآن يصح لنا أن نترك الأمكنة المقدسة ملوثة مثلا لا سمح الله بالنجاسة هذا أصلا يصير هو الإمام عليه السلام طهر طاهر مطهر ويطهر غيره خلص خلينا نترك هذا حرم أمير المؤمنين عليه السلام إذا شفنا طفل مثلا يصير هذا كثيرا ما يحصل طفل مثلا نجس مثلا موضعا ما خلينا نتركه خلص ما نقوم نطهر لنسد هذا المكان ونحوطه وكذا حتى نطهر هذا المكان هذا يصح هذا الكلام هذا حرام أصلا موضعا ما فقط الحرم المسجد العادي واجب علينا إذا ما رأينا فيه نجاسة أن نبادر إلى إخراج النجاسة ولا تصح الصلاة الاشتغال بالصلاة أصلا حتى لو لم يكن هذا المكلف أو هذا المؤمن الذي دخل إلى المسجد لم يكن من أهل إدارة المسجد لا هو بمتولي المسجد ولا هو ممن يخدم في المسجد دخل المسجد شاف هذا المسجد الآن فيه نجاسة وصلاة واجبة أيضا عليه لا يحق له أن يصلي إذا صلى عصى وأثم وبعض الفقهاء يقولون الصلاة هي بنفسها باطلة تصير غير العصيان والإثم إذا صلى فقد عصى وأثم إذا وجد أنه في المسجد نجاسة لابد يبادر هو هذا يصبح واجب عيني إلى أن يقوم من به الكفاية لابد أن يبادر يشتغل أولا بإزالة النجاسة عن المسجد وتطهير الموضع ثم يشتغل بالصلاة إلا اللهم في فرض أنه قد تضيق الوقت ولم يعد هناك وقت للصلاة فتلك مسألة أخرى فهذا بخصوص المسجد العادي فكيف بالنسبة إلى العتبات المقدسة المشاهد المشرفة فهذا لا يصح أي صح أن نترك مثلا الحرم المقدس مغبرا نتركه مثلا متسخا لا سمح الله بدعوة أن الملائكة حاضرة والله عز وجل إن شاء فإنه يمكن لكل هذا الغبار وكل هذه الأوساخ كلها تزول مثلا دون أن ننظف كذا لا هذا مو صحيح فكذلك ما نحن فيه الإغلاق إن كان معقولا كما قلنا لا فاحشا لا مبالغا فيه بما يثير الهلع أكثر يشوي يقوم أهل إدارة الحرم ساعة ساعتين يعقمون المكان ينظفون المكان لا مانا لا يستطيعون على أقسام معينة يبقى مجدون هس المهم أي أن كانت الآلية التي يتخذونها المهم إذا افترضنا أنهم يغلقون الحرم لساعة أو ساعتين أو بضع يوم لأجل هذه العملية فلا بأس بها ومنعهم من هذا بدعوى أن ذلك يؤدي أن ذلك كأنه تدخل في عمل الإمام عليه السلام هذا كلام لا يقوله ذو مسكة هذا تكليفنا نحن دورنا نحن لا بس خصوصا في مثل هذه الظروف لا بس من أخذ الاحتياطات والإكثار من أعمال التعقيم ومشاكل المشايخ يقول أن دخلنا يعني لأيام ما موجود أحد في الحرم خالي تماما هذا الذي نقول خطأ نعم أن يخلوا أن تخلوا العتبات المقدسة والبقاع الطاهرة حتى أنا قبل يوم أو يومين قرأت أيضا في الأخبار كأنه الإدارة السعودية أو الحكم السعودي يريد أن يغلق أو أغلق أي مثلا هذا قطع الطريق على الناس للعمرة وما شاكل هذا كله من المبالغات التي لا ينبغي أن يعني الإفراط في مثل ذلك هذا كله إفراط نعم تتخذ التدابير الاحترازية والاحتياطات ويقام بأعمال الصيانة أو أعمال التعقيم والتطهير وما شاكل أولا بأول التنظيف لمنع انتشار العدوى القضاء على الفيروسات والجراثيم هذا صحيح لكن أن نقطع الطريق بالكلية ونجعل بيت الله عز وجل خاليا من العابدين والمصلين فهذا غير صحيح مطلقا يعني ليس الأمر إلى هذا الحد أقصد لو وصل الأمر إلى هذا حتى هذا الإغلاق يعني إغلاق جزئي خلي نسمي أنه منع جزئي للذين يأتون ليش بأي حق واحد يمنع إنسان يريد أن يعتمر مثلا العمر الرجبية يروح يذب الآن يعتمر العمر الرجبية بأي حق يمنع يفحص ممكن حتى يرى أنه هل هو positive أو يعني حامل للفيروس أو لا يفحص تتخذ تدابير احتياطية لأجل مثلا أن لا يصاب أو يصيب هذا صحيح أعمال التنظيف والتعقيم تكون دورية على مدار 24 ساعة هذا كله صحيح أما أنه تقول له لا خلاص أنا ما استقبلك بعد تريد أن تذهب إلى بيت الله عز وجل ما أسمح لك هذا اعتداء على الله عز وجل وكذلك لو منعنا الناس من أن يصلوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام اعتداء على أمير المؤمنين عليه السلام أنت تقوم بما عليك إلى أقصى حد لا تتجاوز الحد هذا كل المطلوب تريد بالفعل تحافظ على صحة الناس تريد أن تعقم تريد أن تحتاط أو تتخذ تدابير احتياطية من موقع مسؤول لمنع سريان العدوى كل ذلك نحن فيه معك صحيح بس شريطة لا يتجاوز الحد ولا يكون فيه إفراط ولا تفريط الكلام واضح النقطة الأخرى نتساءل لماذا تظهر الأوبئة المستجدة ولماذا تتفشى أو تنتشر إخواني من المعلوم أن لذلك عوامل كثيرة وأسباب عديدة ولكن من أهمها من هذه المنصة الدينية ما نحن مشتغلون به من أهمها هو هذا السبب وهذا العامل الإعراض عن الله تبارك وتعالى وتعاليمه إن الله سبحانه يقول وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَةً وفي حديث الكاف الشريف عن مولانا أبي جعفر الباقر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله أن الفاحشة إذا ظهرت في قوم وأعلنوها صارت علنية ارتكابهم للفواحش فإن هذا يؤدي إلى ظهور طاعون وأوبئة تتفشى في ذلك المجتمع وما كانوا يعرفون هذه الأوبئة المستجدة ما كان يعرفها أسلافهم من قبل شيء جديد يتكون لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ومعلومون إخواني أن الصين بلد في أكثريته الساحقة معرض عن الله تبارك وتعالى ملحد بلد ملحد وهذا الإعراض يؤدي إلى أن يرتكب أهل هذا البلد ما هو خلاف التعاليم الإلهية ونحن كمؤمنين نؤمن بأنه ما من تعليم إلهي واحد إلا ووراءه مصلحة وحكمة ما من نهي إلهي واحد إلا ووراءه مصلحة وحكمة يعني لما أحل الله لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث لأي سبب لمصلحتنا نحن لما حرم علينا لحم الخنزير أجلكم الله لمصلحتنا نحن فكذلك هذه الأوامر عليكم السلام ورحمة الله هذه المناهي كلها تشكل بمجموعها خطة إلهية يفترض بالبشر أن يسير عليها هذه البلدان كما تلاحظون التي نشأت فيها هذه الأمراض المستجدة لا تتبع هذه الخطة الإلهية هم الآن ما زالوا يدرسون بالمناسبة أنه تكون هذا الفيروس وانتقاله إلى الإنسان من أي شيء البعض يقولون من أكل الخفاش بعض يقول ما أدري كذا أسباب يعني ما زالت الأمور في طور التحليلات وطبعا لا تستمعوا لكل من يقول هنا أو هناك أن الأسباب هي هذه لأنها لم تتحدد على وجه الدقة الآن هذه مسألة تحتاج إلى شوط طويل فيها خبراء وباحثين ومختصين حتى يصلوا إلى السبب الحقيقي لهذا الأمر نعم السبب مفتعل يعني من يعجبه ومن يعيشه في أجواء نظرية المؤامرة والأفلام وأن كل شيء مدبر ومخطط وبكبسة زر من دونالد ترامب ممكن هكذا يفسرون الأمور بس شيء لا دليل عليه حتى الساعة لا ننصح هذا خلاف الوعي العام أنه الواحد يطلق لخياله العنان ويسرح ويفسر الأمر بتفسيرات أخرى وترى بالمناسبة هو هذا اللي سوقه ماشي يعني صدق الآن لو أنا أعلنت مثلا قبل هذه الجلسة عن أنني اكتشفت مو العلاج لا اكتشفت سبب هذا المرض وأن ذلك عبارة عن خطة أميركية ومراكز أبحاث وطلع لي كم اسم شوية وصهيونية وما أدري كذا وسوي لك هتش يعني عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فنتازية كاملة حول هذا الموضوع سوي لك يا راح تشوف أن المتابعين لهذه الجلسة بالملايين يصيرون لأن الناس تحب هذا الحتي تحب الأمور الغامضة الأشياء السرية اوه كشف لنا الأمور تحب هذا المنطق يعني منطق ما لأنه البيت الأبيض لماذا سمي البيت الأبيض لأنه مقابل البيت الأسود يعني يربطوها بهذه الطريقة عرفتوا تحب الناس هذا المنطق تفجير حرم العسكريين عليهم السلام ليش صار لأنه الأميركان أرادوا أن يأخذوا جينات الإمام المهدي عليه السلام فراحوا سووا عملية تفجير ووصلوا إلى القبر الشريف لوالده العسكري عليه السلام وجده الهادي عليه السلام وأخذوا ما أدري عينه حتى يحللوا حتى يعرفون جينات حتى يتوصلون للإمام المهدي حتى يقضون عليه قالها واحد على المنبر أي واحد على المنبر قال أي عرفتوا أكو هالشغلات الناس تحب نظرية المؤامرة والغوامض والألغاز والحتي هذا تحبه ولكن الحقيقة أن هذا الأمر وإن كان يعجب الناس لكنه في الحقيقة يهبط بالوعي العام لأنه مجرد عبارة عن خيال في خيال نحن لا ننفي أنه يمكن للقوى الاستعمارية والقوى الكبرى أن تتآمر من أجل مصالحه هذا صحيح ممكن ولكن شيء لا دليل عليه بخصوصه في هذه الجزئية إيش لون نقدر نثبته؟ يعني هي المو القضية واحد يحلم بالليل وثاني يوم يقوم يحجي للناس بكيفه ويحل الأمور براحته وإلا نصير شنو مثل هذول أهل الدجل والشعوذة والمدري كذا يروحون يطلعون يسولهم برامج ومحاضرات ومشاكل ويدعون أشياء عجيبة وغريبة ما أنزل الله بها من سلطان لا نحن نتبع العلم هكذا علمنا إمتنا عليه وسلام شيء نعلمه نقول به لا نعلمه لا نتكلم شيء لسنا مختصين به لا نتكلم لكن من وجهة النظر الدينية إنجاز التعبير نتكلم نحن قوم مؤمنون نحن نقول بضرس قاطع أنه لو لا إعراض البشر عن الله وتعاليمه جل وعلا لما تفشت فيهم هذه الأوبئة المستجدة التي لم يكن يعرفها أسلافنا من قبل مصداق لكلام رسول الله وهذا أحسنتم مصداق لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله يعني هذا الفيروس الآن هو بالإجماع هذا فيروس جديد يعني ما كان موجود من قبل طبعا عالم الفيروسات معروف أنه الفيروس يعيد تشكيل نفسه يعني يتكون له يعني أشكال مختلفة أصلا تولد فيروسات جديدة يطور نفسه أحسنتم يطور نفسه الفيروس ما كان من قبل ما كان عند البشر شيء اسمه فيروس كورونا ما كان قبل ما كان أكو فيروس سارس ما كان فيروس إنفلونزا الطير إيدز ما كان أحسنتم مثلا فما كانت هذه الفيروسات هذه الأوبئة ما كانت موجودة من ذي قبل طيب كيف تفشت كيف انولدت يا ترى لو أن البشر ما أعرضوا عن الله جل وعلا وتعاليمه وتعاليم رسوله وحججه عليهم الصلاة والسلام هل كانت ستنتشر فيهم كل هذه الأوبئة والأمراض التي ما كانوا يعرفونها من قبل بالفعل لاحظوا معظم هذه الفيروسات تأتي من بيئات ومجتمعات تأكل كل شيء يعني مجتمعات بالفعل بعيدة تماما عن الحضارة الإسلامية بل الحضارة البشرية يفترض لأنه شنو هذا المجتمع اللي يتغذى حتى على الصراصير جلكم الله ويتغذى حتى على الجرذان ويتغذى على كل شيء كل شيء يأكل كل شيء يأكل هذا أكيد يسبب اعتلالات لبدن الإنسان هذا شيء مؤكد هذا مرض الأيدز نعوذ بالله وهذا المرض من أين نشأ كيف تكون تحليلات طبعا واحدة من التحليلات أنه في إفريقيا أجلكم الله واحد راح ونكح بهيمة قردا ما شاكل ومن ثم انتقل إليه ومنه انتقل إلى الإنسان وشوف انتشر صار مشكلة عالمية طيب هذا لو كان مسلما مؤمنا يقدم على ذلك ينكح بهيمة نعوذ بالله امرأة نكحت قردا امرأة نكحت قردا طبعا تحليلات هي أيضا لازلنا نقول لا ندري مدى دقتها على وجه التحديد لكن من الواضح أنه انتشار هذا المرض بسبب الفحش ما ظهرت يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوها صار أمرا علنيا بعد هذه الفاحشة صارت أمرا علنيا إلا ظهر فيهم الطاعون طاعون وباء شيء وباء إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا هذه الأمراض المستجدة هذه كلها مصداق لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله إن البشرية إن البشرية مع الأسف حرمت نفسها الحياة المثلى والمعيشة الفضلى التي أرادها الله عز وجل لها الله أراد لنا معيشة فضلى حياة مثلى لو اتبعنا تعاليمه لكن البشرية حرمت نفسها ذلك تفشت فيها الأوبئة والأمراض بسبب إعراضها عن خطة الله من هاجه الذي رسمه لنا فماذا حصل أوكل الله البشرية لنفسها خلص أعرضتم عن ذكري لكم معيشة ضنكة تصابون بأمراض جديدة مستجدة تخلقون أمراض نحن جاي نخلق أمراض لأنفسنا صار واضح؟ نحن البشر روحوا أنتم بعد أنتم ابحثوا عن هذه العلاجات ابحثوا أنتم أنتم أعرضتم دوروا وشوفوا وبالفعل هاي البشر حائرين مرة يصلون إلى العلاج ومرة لا يصلوا هاي أمراض كثيرة إلى الآن ليس لها علاج تام ما قادرين يتوصلون إلى العلاج أكيد لها علاج عند الله عند رسول الله عند الأئمة الطاهرين عليهم والسلام بس البشر ما توصل علمهم إلى ذلك أحيانا يتوصلون إلى علاج ولكن العلاج له مضاعفات وآثار جانبية تخرب أكثر مما تصلح تصيب الإنسان بأشياء أخرى كذلك يتدمر في أشياء أخرى بحيث يتندم أصلا آه يتندم شفنا واحد كان مصاب بالسرطان وتوفيهم الله يرحمه يقول له ما بادي بالعلاج الكيميائي أحسن لي عذابه صار أكثر مثلا يعني أحيانا البشرية تعثر على علاج ولكنه لا يكون علاجا تاما يسيطر على بعض الأعراض أحيانا تعثر على علاجا تام لكن مضاعفاته وآثاره الجانبية أخطر أو أكبر يصلح شيء يخرب شيء أو أنه غير مضمون العواقب أو أنه يطول معاناة تصاحب هذا الإنسان المريض يعني مثلا أضرب لكم مثالا هذا المثال يدلنا على أن البشرية لو أوكلت أمرها إلى الله تعالى ورسوله وحججه عليهم السلام لما عانت كل هذه المعاناة حتى في العلاج حتى في العلاج لأن الله تعالى هو هو خالق الداء وهو الخالق لي الدواء كذلك ما من داء إلا وله دواء شوفوا إخواني مثلا إمامنا الهادي صلوات الله عليه الذي نحن اليوم في ذكرى شهادته صلوات الله عليه هناك رواية رواها الخصيبي في الهداية الكبرى ومروية أيضا في الكافي الشريف للكليني رحمه الله ولكن اللفظة ولكن اللفظة الأولي عندنا لأنه أضبط لأنه رواية الكوليني شوي فيها تصحيف الرواية عن أبي الحسين بن علي البكاء عن زيد بن علي بن الحسين بن زيد هذا من سلالة هذا من سلالة زيد الذي يطلق عليه زيد الشهيد بن الإمام زين العابدين عليه السلام اسمهم زيد زيد بن علي بن الحسين كجده يعني شوه الاسم بس زيد بن علي بن الحسين ابن زيد بن علي بن الحسين هذا قال مرضت مرضا شديدا فدخل علي الطبيب وقد اشتدت بي العلة فأصلح لي دواء بالليل يعني حطر الدواء لي بالليل لم يعلم به أحد لا أحد علم بأن الطبيب قد جاءني وأنه قد أصلح لي هذا الدواء وقال خذ تداوي فيه مدة عشرة أيام فإنك تتعافى إن شاء الله تعالى زيد يقول وخرج من عندي نصف الليل وترك الدواء فما بعد عني شوية الآن طلع قبل شوية قبل دقيقة دقيقتين إلا أتاني نصر من هذا نصر واحد اسمه نصر غلام أبي الحسن علي عليه السلام الإمام الهادي هذا غلامه خادم الإمام الهادي فاستأذن عليه ودخل معه هاوا أي إناء فيه مثل ذلك الدواء الذي أصلحه الطبيب بتلك الساعة طبعا المثل ليس يعني بالمكونات المقصود أنه دواء مثل دواء يعني بنفس الشكل خلي نقول وقال لي مولايا يقول لك هذا نصر يقول لمن لزيد هذا يقول مولايا الإمام الهادي عليه السلام يقول لك الطبيب استعمل لك دواء مدة عشرة أيام نحن إنما بعثنا لك هذا الدواء فخذ منه مرة واحدة تبرأ بإذن الله تعالى من ساعتك اللهم صل على محمد وعلي محمد وعجل ورجو والعان قال زيد والله علمت أن قوله حق طبعا ليش يقول هنا والله علمت أن قوله حق سوف أفسر لك فيما بعد إن شاء الله يقول فأخذت ذلك الدواء من الهاوى مرة واحدة فتعافيت من ساعتي بنفس اللحظة ورددت دواء الطبيب عليه رجعت دواء الطبيب وكان نصرانيا الطبيب كان نصراني وترى بالمناسبة في ذلك العهد عهود العباسيين كان بالفعل الأطباء كانوا من النصارى يعني كانوا خبراء في ذلك يقول فرآني في صبيحة يومي هذا الطبيب النصراني شافني ثاني يوم في الصباح وسألني إذ رآني معافى من علتي ما كان السبب في عافيتي ولما رددت عليه الدواء تعجب أنا أعطيتك دواء قلت لك عشر تيام لازم تتناوله حتى يا الله تبرأ وتتعافى أشوف بالليل رجعت علي الدواء وثاني يوم جيت أزورك أشوف ما بيك شيء شنو اللي صار يقول فحدثته عن دواء أبي الحسن عليه السلام ولم أكتم عنه شيئا تعجب هذا الطبيب النصراني يقول فمضى إلى أبي الحسن تعال دلني عليه هذا من الطبيب ما لكم اللي بساعة واحدة قدر يشفيك فمضى إلى أبي الحسن وأسلم على يده وقال يا سيدي هذا علم المسيح وليس يعلمه أحد إلا من يكون مثله هذا اللي انت سويته هذا مو علاج البشر هذا هذا علاج المسيح عليه السلام لا أحد يتوصل إلى مثل هذا إلا من يكون مثل المسيح عليه السلام فأسلم البشرية لو كانت قد أوكلت أمرها إلى الله تعالى ورسوله وحججه عليهم السلام لما عانت كل هذه المعاناة بالأمراض والأوبية وبالعلاجات الصعبة كذلك يعني المرض يبقى صحيح لأنه المرض من جانب آخر فيه فوائد للإنسان للبشرية فوائد حتى صحية من جانب آخر البدن يبني نفسه بالأمراض يبني مناعته بالأمراض كذلك يتقوى أحيانا بالأمراض مضافا إلى الجوانب النفسية كذلك التي سنلمع لها أو إليها إن شاء الله تعالى ولكن هذه الأمراض أولا لا تستجد أمراض تكون فتاكة البشر يخترعون أمراضا مثل ما حالتنا اللي جاي تصير الآن تحصد أرواح البشر وثم العلاجات تكون من الله عز وجل لتلك الأمراض اليسيرة إنجاز التعبير بما لا تطول معه المعاناة ولا يطول معه الشقاء هذا لو أوكلت البشرية أمرها إلى ربها لكن المشكلة أن البشرية أعرضت عن الله عز وجل فأوكلها الله عز وجل إلى نفسها أروح عندكم جربوا حظكم هذا الرجل زيد هذا الرواية في الكافي تقول أنه بعدما حدث بهذا الحديث قال محمد بن علي أخوه قال لي زيد بن علي يأبى الطاع أين الغلات عن هذا الحديث شنو معنى كلامه أولا زيد هذا كان زيدية لم يكن إمامية لما حدث بهذا الحديث وأنه حصل على هذه الكرامة من الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام وإمتنا كانت نعمهم تعم الخاصي والعامي في كثير من الأحيان الإمامي وغير الإمامي في كثير من الأحيان نعمتهم تجري على البشرية جمعاء صلوات الله عليهم من جودهم وكرمهم ولإتمام الحجة ولمصالح مثل هذه المصلحة أنه هذا الطبيب النصراني ما كان ليسلم إلا لو أن الإمام بعث بهذا الدواء لزيد هذا مع كونه زيدية الشاهد هنا زيد هذا يحدث أخاه بهذا الحديث ويقول أولا يأبى الطاع وعندي أنه يقول هذه العبارة خلافا لما فسره بعض شراح الكافي إنما يقولها على سبيل الاستفهام الاستنكاري يقول يأبى الطاع يعني مثل واحد يقول وينكرون هذا ينكرون يطعنون في في هذا الإمام في علوم هذا الإمام لأنه علم الإمام الهادي ممن هذه علوم الأنبياء والأوصياء عليهم السلام مثل ما توصل إلى ذلك الطبيب النصراني قال هذا علم المسيح هذا علم المسيح هذا هذا ما أحد يقدر يجيبه إلا مثله إلا مثل المسيح عليه السلام حجة الله علم إلهي من الله عز وجل فيقول هذا زيد يقول لأخيه يأبى الطاع يعني ويطعنون بعد ويطعنون على هذا الإمام ويطعنون في الإمامة أين الغلات من هذا الحديث أو عن هذا الحديث ويقصد بالغلات من نحن الإمامية الزيدية عندهم أن الإمامية من الغلات لأنها تقول بعصمة الأئمة عليهم السلام وبحجيتهم وأنهم حججوا الله على البرايا ولديهم علم لدني من الله عز وجل عرفتوا فكأنه يقول ماذا يقول ذوله وين هم الغلات ذول الإمامية خليوا يسمعون هذا الحديث اللي أنا حصلت على هذه الكرامة التي تدل بشكل واضح أولا تدل على أن الإمامة عليه السلام يعلم بالغيب بإذن الله هذه أول نقطة ما أدري انتبهتم أم لا لأنه اجدر أحسنتم اجدر هذا مريض ما نبلغ الإمام اجدر أنه الطبيب إجاء من ساعته يقول ما تباعد عني إلا جاءني غلامه ويقول لي الطبيب أعطاك دواء لمدة عشر تيام إحنا نعطيك دواء من ساعتك تبرأ أخذ مرة واحدة ما ندري بهذا كله يقول لم يعلم به أحد هو في بداية روايتي يقول جاءني الطبيب لم يعلم به أحد أنا فقط دزيت على هذا الطبيب وجاءنيها من نص الليل ما صار مجالهم حتى الطبيب إذا افترضنا راح حدث أحدا حتى يوصل الخبر للإمام الهادي حتى الإمام الهادي يحضر الدواء ثم يرسله مع غلامي يحتاج الأمر ساعات أشلون صار كل هذا في دقيقة واحدة من الذي أعلم هذا الإمام كيف توافق الأمر في نفس الساعة في نفس اللحظة هذا معناه أن هذا الإمام متصل بالغيب أي واحد اثنين كيف جاءنا بهذا العلاج الذي بشهادة الطبيب الخبير علاج لا يقدر عليه بشر عادي هذا علم المسيح عليه السلام هذا طب المسيح عليه السلام كيف هذا معناه أنه قول الغلات طلع صحيح قول الإمامية طلع صحيح يقول يأبى الطاعين أين الغلات عن هذا الحديث هو شلون عرف المرض وشلون عرف علاجه وأن العلاج بالفعل ناجع ويقولها بمنتهى الثقة يقول من ساعتك تتعافى خلص يشربها مرة واحدة هذا إمام الإمام العاشر من أئمة أهل البيت الطاهرين أبو الحسن علي بن محمد الهادي النقي صلوات الله عليه وهذه قليلة ترى هذه كرامة من كرامات الإمام الهادي عليه السلام بس قليلة بالنسبة إلى كراماته عليه السلام أما وين البشر مسلمون ما يعرفون الإمام الهادي من هو شيعة لا يعرفون الإمام الهادي من هو صدقوني شيعة لا يعرفون إمامهم تعال روح سألهم ماذا تعرف عن الإمام الهادي عليه السلام اذكر لنا قصة واحدة عن إمامك الهادي اذكر لنا حديثا واحدا عن إمامك الهادي سيرة إمامك ما هي تعاليم إمامك ما هي ما يعرفه هذه مشكلتنا نحن معرضون يعني شوفوا الله مقدم لنا هدايا مقدم لنا هدايا شنو هذه الهدايا محمد وآل محمد عليهم السلام لما الله تعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يعني شنو يعني هذه هدية الرحمة من الله عز وجل الرحمة المهدات من إله العالمين للعالمين الرحمة هدايا الله عز وجل قدمها لنا احنا رفضنا تركنا رسول الله لأنه هم هذا الإشكال يرد إذا ولا أعداء الإسلام يقولون أنت لو كانت عندكم علاجات وتحملون الكفار نشوء هذه الأوبئة وأنتو هم مناكسين أنتو هم ما شاء الله المسلمين هم عندكم أوبئة وأمراض وطاعون مع أنه القياس ليس تماثليا في الحقيقة لكن السؤال هنا ومن قال لك أنهم مسلمون حقا من قال لك أن المسلمين اليوم مسلمون بالفعل مسلمون بالإسم أما بالأفعال هل يتبعون ما جاء به الإسلام حقا وأي إسلام قد تلاقي واحد مثل الثور الهائج يقول يسمي نفسه مسلم طول لحيته ومدرشه مسوي وكذا وعباد الله اتقوا الله ومدرشه وكذا وتكبير وتفجير بس غير هذا ما عنده هذا أي إسلام هذا ليس هو الإسلام الذي نزل من السماء ليس إسلام محمد صلى الله عليه وآله ليس إسلام أهل البيت هذا إسلام الاختراعات الأرضية سقيفة وبني ومية وبني العباس ومن شاكل أرعور وطرطور ومن هذول إسلام أرضي مصطنع هذا إسلام تايوان قالوا لنا لد تقولون هذا الاصطلاح بعد يزعلون التايوانيين يقولون إحنا شبينا إسلام تاينا هم يزعلون الآن أكثر صار كلهم بعد اختراعاتهم في كل مكان هذا قبل كان تايوان يقلدون الماركة الآن كل هذا الموبايل اللي عندك مصنوع بالصين شنو يعني شنو نسوي شنو نطلع نقول نسميه اصطلاح حتى لا حد يزال علينا نقول عنه هلنا نقول إسلام سوق مريدي نسميه باعتبار سوق مريدي كان قبل كل التزوير أنا طلعت جواز عراقي تصدق جواز عراقي كامل بالأوراق بالكذا حتى مكتوب بي أنه أنا خادم بالجندية أيضا نخلص التجنيد كله نخلصه كامل شامل بالأختام الحقيقية المضبوطة مية بالمية كله من سوق مريدي فرع وزارة الخارجية بسوق مريدي هناك طلعنا الجواز والله ولا رحت أنا أصلا واحد من إخواننا راح هناك أصلا طلعنا الجواز وجاب ليه المهم لا واللطيف بس يقولون هذا شلون بالله هذا مفروض الجواز وكذا ما كان مسموح زمان النظام أنه يطلع واحد ملتحي بالجواز لازم زين لازم يعني حالق لحيته شلون هذا طالق بعد أسمى الشوه أسمى مهم أي شيء اللي يكون يكون الشاهد فهذا الإسلام الإسلام اللي ماشي عليه المسلمين اليوم إسلام مزور مثل الإسلام وده إلى سوق مريدي قالت زوروه لنا يا مو أصلي عملة مزورة مو حقيقية عرفتوا هذه هي المشكلة إيراني لا تزعل إسلام كوشي مروي هناك زين هناك تروح تحصل الإسلام ملا هذا كوشي مروي تحصل كردستان بأربيل شيخ الله أي خوش شيخ الله بأربيل زين هاي مشكلة الإسلام اليوم مفقود هناك كلمة لجمال الدين الأفغاني طبعا عليها ملاحظات بس إجمالا نقول الشيء بالشيء يذكر يقول كنت في الشرق فوجدت المسلمين ولم أجد الإسلام ذهبت إلى الغربي فوجدت الإسلام ولم أجد المسلمين يعني في بلادنا يقولون نحن مسلمون بس الإسلام الحقيقي وين ضايع في الغرب كثير لعله من تقاليدهم من أفعالهم من عاداتهم من أعمالهم توافق تعاليم الإسلام لكنهم يقولون نحن لسنا بمسلمين اعملوا بالإسلام ترون سعادة الدارين مسألة واضحة هذه الوباء إخواني وسائر البلايا والأمراض هذه إن نظرنا إليها من زاوية أخرى يمكن أن نعدها نعمة يمكن إذا نظرنا إليها من زاوية أخرى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون شوفوا إخواني هذه الأوبئة مع قطع النظر عن أنها وهذا أمر ترى لا يجادل فيه يعني حتى الخبراء والمختصون أنها من جانب آخر تكون دافعا للبشرية نحو التطور نحو الابتكار نحو التغلب على هذه البلايا بما يجعلهم أكثر نجاحا ومناعة في حياتهم الصحية في حياتهم النفسية أصلا بالمناسبة هذه الحركة حركة العلمية التقدمية في مجال تكوين اللقاحات السليمة والعلاجات السليمة ومراكز الأبحاث وما أفضى إليه كل ذلك ما كان لي يتأتى لو لا نشوء الأوبئة والأمراض التي تشكل الدافع نحو تطوير مناعة الإنسان وتقوية بدن الإنسان فكانت لها آثار عظيمة جدا في ذلك الصعيد العلمي والصعيد الوقائي نقول مع قطع النظر عن كل هذا مجرد حصول أو ظهور هذه الأوبئة حتى في حالة تفشيها له فائدة عظيمة على وجهة الإنسان ظهور هذه الأوبئة فرصة لكي تكتشف البشرية نفسها من جديد يعرف الإنسان حجمه مقداره الحقيقي يكف عن الطغيان وعن الغرور إذ يرى أنه مقابل جرثوم صغيرة هذا الفيروس الذي لا يرى أصلا بالعين المجردة لا يستطيع أن يتغلم لا يستطيع أن يقهر هذه الجرثوم الصغيرة التي لا ترى بالعين المجردة مسكين بن آدم كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة مسكين بن آدم مكتوم الأجل مكنون العلل علل كامن فيه مكنونة فيه محفوظ العمل العمال كلها محصات عليه واحدة واحدة ملائكة تحصي تؤلمه البق بق هذه تؤلمه وتقتله الشرق يشرب شوية شرق أحيانا يموت يغس قبل أيام قرأت في الأخبار بالبي بي سي لعله أنه فتاة بريطانية في مطعم أكلت مدرشنو شوية كذا شرقت ماتت نفس اللحظة شابة أيضا كانت وتقتله الشرقة وتنتينه العرقة نتن يصير من ورشنو شوية عرق مسكين والابن آدم شنو هو هذا ابن آدم بس شوفوا الطغيان لأنه صارت عنده مكنة صارت عنده جيوش جيش فلوس صارت عنده فيجيب مرتزق هو الجيش شنو مالهم شاء الله جيش يقاتل عن عقيدة عن ولاء مثلا هذا الذي يسمى الجيش السعودي إذا تنقطع عنه الأرزاق يقاتل لو لازم يجي يدفع لهم ابن سلمان أول بأول لو ابن سلمان يفتقر لو ما عنده نفط مستولي عليه لو ما عنده أرامكو هذا الجيش ما يبقى به عشر نفرات لأنهم لا يقاتلون عن عقيدة عن ديانة عن إيمان عن إخلاص وإنما يقاتلون لأجل المال فصارت عنده مكنة فلوس عنده زج بهذا الجيش إلى وين إلى بلد آخر إلى اليمن حتى يدمر هذا البلد ويسحقه سحقه طغيان يشوف ماكو شيء يقف أمامه عرفتو دونال تراب نفس الشيء يشوف ماكو شيء يقف أمامه مستعد كل شيء يسوي في حين أولاء الطغاة الكبار لو يصيبهم هذا الفيروس الذي لا يرى بالعين المجرد شوف ما أحقره ما أحقره ما يقدر يقاومون ما يقدرون يتغلبون عليه يقتلهم هذا الفيروس لذا الوباء أحيانا يكون نعمة لكي يكف الإنسان عن طغيانه وغروره بعدما ينتبه يستيقظ ويدرك ضعف وحقارة نفسه إذ لا يستطيع أن يتغلب حتى على جرثومة صغيرة فيروس حقير يمكن له أن يفتك به هذه مدعاة لأن يراجع الإنسان يفسه يتوب إلى الله عز وجل يستيقظ على الأقل يستيقظ يعيد اكتشاف نفسه الإنسان إذا لم يمرض لم يشعر بضعف وحقارة نفسه فإنه يطغى يتكبر يجرم مذكور في أحوال بعض الطغاة أنهم حين كانوا يمرضون مثلا ينذرون لله عز وجل أنه إن شفاهم يطلقون من في سجونهم يطلقون سراحهم كان هكذا يحصل وربما إلى الآن أحيانا بعض الحكام هكذا يفعلون يقول لك استبشارا بسلامة جلالة الملك مدري شنو كذا صار عفو عام لذلك كل السجناء يدعون اللهم أمرض هذا الملك أصبه إن شاء الله بكورونا أصبه بما أنفلونز الخنازير أصبه بأي شيء بس أي علة خلي شوي يرق قلبه حتى يطلعنا من السجن حتى يفرج عننا ويفرج عننا الوباء إذن فرصة للتوبة والعودة إلى الله تعالى إن الإنسان إذا كان منهمكا في الكفر في المعاصي ممزوجا بذلك شعوره بالعافية والصحة دائما هذا الإنسان يزداد طغيانا في كفره في معصيته فإذا ما حل الوباء وارتعد وخاف هذا الوباء الذي يراه إذا ذكره بالعودة إلى الله والتوبة إليه جل وعلا فتاب فإنه يرى أن هذا الوباء كان أعظم نعمة له لأنه جعله يتوب جعله يعود إلى الله عز وجل بل حتى هذا الذي أصيب بالوباء أصيب بالعدوى هذا نفسه إذا افترضنا أنه أصيب بالوباء والعدوى فتاب إلى الله عز وجل قبل أن يموت توبة النصوحة ومات على أثر ذلك فإنه يشكر ربه أن أصيب بالوباء لأنه يحدث نفسه فيقول إن لم أصب بالوباء لكنت منهمكا في المعاصي والموبقات لكنت منهمكا في طريق معصية الله عز وجل فخيرا لي ما حصل كان خيرا لي نعم بلا شك إن الإنسان المؤمن بالذات يتمنى موتة خيرا من هذه الموتة موتة موتة الوباء والطاعون وفيروس كورونا والإنفلونزل ما أدري الخنازير الطيور جنون البقر ومشاكل أكيد يتمنى خيرا من هذه الموتة التي تعتبر ميتة سوء من مصارع السوء هذا أكيد ميتة هوان ولذا على الإنسان المؤمن أن يدعو ربه أن يجنبه مصارع السوء والهوان أنه تكون موتة موتة أشرف من هذه ما تسوى الإنسان المؤمن يموت فيروس كورونا يعني عرفتوا شلون إذا حل قضاء الله وقدره هو كما قلنا يسلم لقضاء الله وقدره لكن هو علي أن يأخذ احتياطاته وإن يلجأ إلى الله عز وجل ويتمنى ميتة شريفة ميتة عز يعني ميتة كرامة كالشهادة في سبيل الله عز وجل التي في الحديث الشريف فوق كل بر بر إلا الشهادة في سبيل الله ليس فوقها بر هذه شنو هالميتة هذه اللي قاعد بالمستشفى وحولك ما أدري أجهزة وحولك شسنه وتموت ببوط وأهلك يبتون عليك وما أدري شنو طالع روحك قبل لا تطلع من ورها الحالة وهي مرة وحدة بشرف وعزة وإنت رافع راسك تقتل في سبيل الله عز وجل هذا هذه هي الميتة أمير المؤمنين عليه السلام يقول ما مضمون لألف ضربة بالسيف خير من ميتة على فراش هذه الميتة الكئيبة هذه على بط هالشكل تموت على فراشك وآخ وإخ شنو هالميتة مصارع السوء والهوان علمنا نبينا وإمتنا عليهم السلام كيف نتقيها وندفعها عن أنفسنا يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كما في دعائم الإسلام إن الصدقة لتدفع ميتة السوء وإن صنيع المعروف ليدفع ميتة السوء وعن مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كما في نهج البلاغ صنائع المعروف تقي مصارع الهوان صنائع المعروف تسدي معروفا تسدي صنيعا يكون من صنائع المعروف هذا يقيك مصرع هوان يصير مصرعك مصرع عزة كرامة الله يختار لك موت زينة موت شرفك مرتب رحمة الله على عبد الرحمن بن حسان العنزي رضوان الله تعالى عليه أحد أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام لما قدمه معاوية لعنه الله للقتل إعدام شكر ربه سألوه ليش لماذا قال اللهم إنك تعلم أني كنت أدعوك مضمون كلامه بأن أكون ممن تكرم بهوانهم أنا أتمنى موت هكذا أنه أنا أهان فيك في الله مو أهان بسبب فيروس كورونا وما شاكل هالأمراض وأوبئة لأنه هذا الهوان ينقلب إلى عزة وشرف وكرامة لما أعدم في سبيل الله أعدم على حب علي بن أبي طالب واتباعه عليهم السلام كان يدعو ربه اللهم اجعلني ممن تكرم بهوانهم لاحظتوا المسألة وين الذي يصاب بوباء بمرض الناس تقول بالنتيجة رحمة الله عليه صحيح بس بالنتيجة شنو كأنه مصرع هوان صار هذا مات بسبب هذا المرض لكن إذا مات بسبب حب علي بن أبي طالب واتباعه كيف ينظروا إليه الناس مثل ما ننظر نحن الآن إلى من إلى عبد الرحمن بن حسان وإلى رشيد الهجري وإلى كميل بن زياد وإلى حجر بن عدي وإلى ميثم التمار شوف شلون عظماء كيف ننظر إليهم هؤلاء كلهم أعدموا منهم من صلب ومنهم من قتل ومنهم من دفن حيا وهو عبد الرحمن هذا عبد الرحمن بن حسان لماذا دفن حيا دون سائر شيعة علي عليه السلام في ذلك الزمان لأنه لما معاوي استقدمه حتى يحقق معه قال له ما قولك في علي مدح علي قال له ما قولك في عثمان سبع عثمان رافضي أصلي ما عند لا تقية مغلوطة ولا شي قال خلص بعد إذا بلغت التقية والدم فلا تقية هذا جايب نريد يقتلني بكل حوال وأنا قاعد بقصرة وأمامي وجوه أهل الشام كلهم قاعدين كل واحد وعمامته الكبر جاي يشوف هذا الرافض اللي جايبين في الشام عنده معاوية شنو راح يجاوب بالتحقيق اتخيل لو منكسر شوي ما نكسر إلى حد البراءة من علي افترض هالشكل بس عادة لو جايبين من شيعة هالزمان يعني عادة إلا اللهم الفدكيون يعني يسووها اللندنيون زين بس إذا جايبين واحد من هذول أهل الله عاديين هذول الناس العادي من الشيعة يجيبوا بالله عليك كذا ويقولوا ما تقول في علي يمدح علي صح بس إذا قالوا ما تقول في عثمان ما تقول في أبي بكر وعمر يقول لا لا نقول فيهم إلا الجميل من زين وشنو بعد والوحدة الإسلامية وإحنا نحترم الصحابة وإحنا ما أدري كذا ومن هالحتي ويمكن شوي يمعطي بخشيشة شنو يسوي يقول بعد يضيف بغارات على الموضوع عرفتش لون رضي الله عنه ما أرضاه ما أدري شنو يتفص يتفص رفقاء سلاح يقول ومن هالحتي شيخنا الدوعش موهم واحد من عدهم قال له تبايع على السمع والطاعة ما بايع وما حش ولا فكح القبيناتهم وقد داما قتله أصدقاء هني يلا هو هذا الصحيح هذا اللي مفروض يصير لكن آلمني جدا منظر هم لازمين واحد الدواعش وكان من القوات الأمنية يعني وجاي هذا شنو حتى يعني يدفع عن نفسي يقول يا عمر ابن الخطاب يا عمر ابن الخطاب وقتله 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 بالأخير وقتله بالأخير ليش يسوي هالشكل تعلموا أن هؤلاء لا يرقبون إلا ولا ذنه وأنك مقتول في الحالتين فلتكن قد قتلت بشرف وعزة مثل عبد الرحمن ابن حسان جاب معاوية معاوية طاغوت يحكم نصف الأرض ذلك الوقت جايب عنده يقول لما تقول في عثمان سب عثمان انقهر فكتب إلى زياد ابن أبيه اقتل هذا قتلة ما قتلت بها أحدا قط فدفنه حيا هذا الذي فعله طبعا بعد تعذيب وبعد دفنه حيا ولكنه فاز بالشهادة مصرعه ما كان مصرع سوء وهوان بل مصرع عز وشرف هكذا فلنفكر فيروس كورونا الآن تفشة صحيح وصل كل مكان تقريبا كل مكان وصل أي واحد مننا الآن عرض لأن يصاب بهذا المرض مناعته ضعيفة ممكن يموت خلال اسبوع عشر أيام يموت قبل اسبوع عشر أيام كان عدل يسولف ويشاق ومدرشينه بعد عشر أيام الناس تقول عنا الله يرحمه كلنا معرضون إلى هذا الآن وباء متفشي مميت فتاك نعوذ بالله نريد أن ندفعه عن أنفسنا الآن نريد هاي المصرع مصرع السوء هذا من عرض أنفسنا له مصرع الهوان هذا من عرض أنفسنا له شون لازم نسويه صدقة صدقة معروف إن الصدقة يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لتدفع ميتة السوء وإن صنيع المعروف ليدفع ميتة السوء أمير المؤمنين يقول صلوات الله عليه صنائع المعروف تقي مصارع الهوان هذا يقوله في نهج البلاغة في درر الحكم يقول صنائع المعروف تدر النعماء وتدفع البلاء تدفع البلاء كثرة اصطناع المعروف كثرة تكثر من اصطناع المعروف تزيد في العمر وتنشر الذكر شوفوا إذا كان مقدرا لك أن يكون عمرك خمسين سنة مثلا تصطنع المعروف الله يزودك عشرين سنة سبعين سنة صار هذه من البداء وردت فيها روايات كثيرة أن الإنسان هناك لوح قضاء ولوح قدر القدر فيه مقدرات للإنسان إن فعل كذا قضاؤه كذا هذا المقدر له كذا هذا مقدر تقدير يقع عليه القضاء بحسب اختياراتك لأنه لا يظلم ربك أحدا أنت وشنو تختار مثلا تصيل رحمك الله يزود بعمرك تتصدق الله يزود بعمرك تصطنع المعروف الله يزود بعمرك فكثرة اصطناع المعروف تزيد في العمر وتنشر الذكر ذكرك يصير حسن الناس دائما تقول هذا الخير فلان حج فلان الله يرحمه فعل كذا وكذا وكذا من وجوه المعروف شوف هاي الرواية اللطيفة في كل شيء يذم السرف إسراف إلا في صنائع المعروف والمبالغة في الطاع إذا تسرف في اصطناع المعروف فلست بمسرف أنت تمتدح في ذلك أو على ذلك بخلاف سائر الأشياء الأخرى تبالغ تكثر وعن الباقر عليه الصلاة والسلام كما في أمال الصدوق صنائع المعروف تقي مصارع السوء وكل معروف صدقة أمالك وأهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة وأهل المنكر في الدنيا أهل المنكر في الآخرة وأول أهل الجنة دخولا إلى الجنة أهل المعروف وإن أول أهل النار دخولا إلى النار أهل المنكر إخواني أتصور أن أنكم جميعا تشعرون في قرارة أنفسكم بأن هذا المشروع الذي نحن نتمه في مرحلته الأخيرة بحمد الله هذا المشروع الذي يكون الآن هذه التحفة الفنية الراقية التي تهدى إلى مقام سيدة النساء صلوات الله عليه أول مشروع فيلم سينماء عالمي عن فاطمة الزاراء عليه السلام لابد أنكم جميعا تستشعرون أن هذا المشروع هو من أعظم صنائع المعروف فليكن يقيننا عظيما فلنكن موقنين أن الله عز وجل إن كتب لنا أن يزيد في عمرنا فذلك بسبب هذا المشروع ونيتنا فيه فنحن نصطنع المعروف لمن هذه المرة لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله يعني إذا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يقول صنائع المعروف تزيد في عماركم تدفع عنكم البلاء تقيكم مصارع السوء تقيكم مصارع الهوان كيف لو كان هذا المعروف لفاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام لأجلها لأجل نصرتها كيف سيكافئنا رسول الله صلى الله عليه وآله حينئذ كيف يشفع لنا عند ربه فيحمين الله عز وجل من هذه الأوبئة ومن هذه الأمراض فلا تقصروا إخواني في دعم هذا المشروع في تقديم هذا المعروف تقديم هذه الصدقة ولا تفوت هذه الفرصة فإن هذا المشروع على وشك الاكتمال وبقيت فقط هذه الحصة من المبلغ الإجمالي التي هي مقدرة بثمانية عشر بالمئة فقط من المبلغ المطلوب لإكمال هذا المشروع ونحن نجدد الشكر لجميع المؤمنين والمؤمنات الذين هبوا في الأيام الماضية وتبرعوا بهذه المبالغ الكثيرة والضخمة جزاهم الله تعالى خيرا ونأمل المزيد إن شاء الله حتى نتم هذا المشروع بنجاح عالمي عظيم يعرف العالم بفاطمة الزهراء عليها السلام وبأبيها وبعلها وبنيها الطاهرين عليهم السلام وفي ذلك لكم الأجر العظيم عند الله عز وجل وطول العمر إن شاء الله والصحة والعافية ودفع البلاء ومصارع السوء والهوان عنكم صلوا على محمد وآل محمد الله تصلي على محمد وآل محمد وعجل ورجعهم وعال بعدهم لبيك فاطمة لبيك فاطمة لبيك يا عباس يا عباس صلوات الله